مرحبا نادهم وبهذا الفيديو أحب أني أبدأ الفيديو باعتراف صراحة أنا أعترف أنه علاقتي بجهزة أونر ما كانت مرة رهيبة فات إلا راحة يعني مثلاً لما تكلم عن أونر 7 ما كنت من الأشخاص اللي يحبوه ولا حتى ممكن أن يقتنيه بس أونر طلعت أونر 8 هذه السنة وهذا الجهاز جربته فترة طويلة وبصراحة قدرت أقتنع بشغله وصلت القناعة مهمة جداً هو أن أونر قدرت خلال سنة واحدة تتفوق على نفسها تغير تكثير لا من ناحية الجودة ولا من ناحية الأشياء الداخلية بهذا الجهاز بهذا الفيديو راح أتكلم عن الأشياء اللي أعجبتني واللي ما أعجبتني حتى في الأونر 8 خلونا نبدأ المراجعة الجوال بمجرد ما تطالع فيه راح تمبر فهو مصنوع من الجزاز لكنه أجمل من أي جهاز آخر مصنوع من الجزازها اليوم في السوق والسبب أن أونر زودت جهازها بـ 15 طبقة من الجزاز وباستخدام الليزر وبعض التقنيات الأخرى قدمت الجهاز بطريقة خلتها دائماً لماع كيف ما تميله أو تحطه مع انعكاسات الإضاءة والنور راح تلاقيه يلمع جذاب فعلاً جميل جداً ولما تشوف معظم الأجهزة اللي موجودة اليوم في السوق مصنوعة من الجزاز هي فعلياً راح تلقى مصنوع ما بين 5 إلى 7 طبقات تقريباً لهذا لما أونر راحت واختارت 15 طبقة ما كان الموضوع صدفة لا هي فعلياً شافت السوق درست السوق وشافت إيش أفضل شيء ممكن يخلي جهازها أجمل لما تمسكها راح تحسنها دائماً لماع ومثل ما واحد شافها قال تحسنك كريستال مو بكريستال بس فعلياً دائماً يلمع وين ما تحطه وهذا شيء مرة حلو لو الطالب بمعظم الأجهزة اللي موجودة اليوم بالسوق تستخدم الجزاز بتلقى حرارتها ترتفع خصوصاً تحت الشمس أو بأوقات معينة لكن أونر استخدمت تقنيات تقلل من الحرارة بالجهاز ولهذا نعم مع أن استخدمتها بأوضاع كثيرة مختلفة ووقت مطول إلا أني ما لاحظت شيء غريب ما لاحظت أن حرارتها ترتفع بشكل غير اعتيادي بالأطراف عندك ألمنيوم واللي يشبه الآيفون كثير جداً برأيه سواء من ناحية الاثناء لألمنيوم أو حتى طريقة المداخل والمخارج وغيرها بس هذا فعلياً ما يهم اللي يهم بالنهاية أن أونر قدمت تحفة فنية فعلاً أكثر من كونه مجرد جوال وأعتقد أن قرارهم باستخدام الجزاز كان أفضل بكثير مما لو توجهوا للألمنيوم لهذا أقول لهم برافو أول شيء بتلاحظة بالجهاز اللي تطالع من الخلف هو أن يستخدم كامرتين والحقيقة أن أحدها كاميرا 12 ميجابيكسل بينما الأخرى هي عدسة تصور بالأبيض والأسود كذلك الكاميرات مدعمة بليزر عشان يساعدها أثناء التصوير بشكل سريع والفكرة من الكاميرتين اللي بالخلف هو أن لما تستخدم الجهاز للتصوير فأنها تصور مع بعض وتدمج الصور عشان تطلع لك بدقة عارية وكل هذا يصير بسرعة بدون ما تحس بأي شيء أنت أثناء التصوير فعليا أنا حضرت مؤتمر أولر اللي صار بفرنسا بباريس تحديدا وعطونا الجهاز قبل المؤتمر عشان أجربه ولهذا قاعد معي تقريبا أسبوع قدرت أني أتنقل فيه جربه صباح وبليل ومختلف الأوقات والأهم أني قدرت طوال هذه الفترة أني أجرب الكاميرا وأصورها بمختلف الأوضاع والأوقات كجهاز سعره رخيص الكاميرا الخاصة فيه أبهرتني جدا جدا حلوة ما توقعت بهذه الطريقة تقدر تطلع بالكثير من النتائج الرهيبة وصراحة سواء كألوان أو دقة راح تلقاها حلوة وراح ترضيك غالبا بصراحة طوال الرحلة وأنا استخدم الجوال هذا للتصوير كنت مستمتع بتجربة التصوير فيه التفاصيل فيها كثيرة دقتها حلوة الأهم الألوان قريبة من الواقع وكذلك الجهاز يصور بسرعة سريعة جدا حتى لو في الإضاءة المنخفضة ما جلس يطفشني بالتركيز أو غيره مثل بعض الأجهزة اللي اليوم تعاني من الإضاءة المنخفضة حتى لما جربت التصوير بالليل أعتبر مستوى حلو طلعت بالكثير من الصور الرهيبة بأول محاولة وراح تشوف كيف الجهاز فعلا قادر أن يقدم لك الصور راح تكون راضي عنها وتحتفظ فيها للذكرى ولما نتكلم عن الكاميرا نفسها في عندك أوضاع كثير مثل التصوير اليدوي تصوير المستندات واللايت باينتينغ اللي شفناه بأجهزة هواوي وكذلك وضع خاص بتصوير الأكل والبانورامي والكثير من الأوضاع الثانية الكاميرا بالنسبة الجهاز بهذا السعر أنا أعتقد أني راضي عنها فعلا أما الكاميرا الأمامية فهي دقتها 8 ميجابيكسل وتقدر أنك تطلع معها بصور حلوة أيضا ولا تنسى أن الكاميرا الأمامية فيها خاصية بيوتي اللي تقدمها أونر وهواوي أيضا من سنوات وهي فعليا تحاول تحسن التفاصيل في وجهك وتخفي شوية الشوائد أو حتى العيوب باختصار بالخلف عندك البصمة وباختصار هذه ممكن تكون أسرع وأدق بصمة شفتها بأجهزة أندرويد حتى الآن استجابتها رهيبة ولها عدة فوائد أكثر من كونها مجرد تفتح القفل مثلا تقدر تضغط على البصمة فهي زر في نفس الوقت عشان تفتح لك الكاميرا أما لو تضغط ضغطتين فرح تفتح لك تويتر في حالتي تقدر تستخدمها للتصوير بالسيلفي فهذا يسهل عليك كثير مسكة الجهاز كذلك تقدر تحرك إصبعك على البصمة عشان تنزل القائمة العلوية أو حتى في الاستوديو تبدل بين الصور تقدر تردع المكالمات من خلال البصمة وحركات أكثر والأهم تقدر تختار التطبيقات اللي تحب وتقفلها ببصمتك وبالتالي نقول وداعا للقافة لما نتكلم عن هوي و أونر مو شي غريب عليهم أنه بصمتهم مرة ممتازة ودقيقة وسريعة لكن الشغلة الجديدة اللي سوتها أونر هذا العام بأنه بصمتهم فيها أكثر من مستشعر مو بس مستشعر واحد مو ضيفة هذه المستشعرات مستشعر يقرأ بصمتك طبعا هذا شيء أكيد لكن في مستشعر ثاني يقرأ عمق البصمة فبالتالي لو أي أحد قدر أنه ينسخ بصمتك مثل ما صار مع بعض الأجهزة الأخرى من عن طريق ورق أو ما شابه مهما حطه على البصمة ما رح يشتغل ليش لأنه أوكي البصمة موجودة عنده بس العمق المستشعر ما رح يقدر يقرأ العمق فبالتالي هذا كنوع من الأمان بالنسبة للبصمة واليوم أنت تستخدم بصمة في شغلات أكثر من مجرد أنها تفتح جهازك ولهذا هذا شيء مهم بعدين تعالوا نتكلم عن شاشة الجهاز هي بحجم 5.2 إنش دقتها 1080 من نوع LCD بس بصراحة ألوانها أبدعت فيها أونور يعني الأسود شديد السواد فيها نوع من التشبع بالرغم أنها LCD لدرجة أنها أوهمت بعض الناس اللي وريتهم أنها أموليد وهذا اللي حصل مع أكثر من شخص طبعا مو أفضل شاشة لكنها فعلا ممتازة الجهاز يجي فيه 64 جيجا بايت كذاكرة داخلية وأربعة جيجا بايت رام كذلك تقدر تستخدم شريحتين مع الجهاز أو حتى شريحة واحدة مع الذاكرة الخارجية مع أن أتوقع بهذه المساحة الكبيرة ما رح تحتاج ذاكرة خارجية النظام الموجود في الجهاز هو أندرويد مارشميلو لكن رح تحصل على أندرويد نوكت مفروض بوقت لاحق ولما بدأ تتكلم عن نظام في هذا الجهاز بصراحة هنا تبدأ شوي مشاكلي مع الجهاز عشان ما أظلم الجهاز خليني أبدأ تكلم عن المزايا في واجهتهم النظام والواجهة هذه أدائها سريع ورهيب واستهلاك الواجهة للرام مو عالي بل منخفض وهذا الشي يعتبر ممتاز على المدى البعيد كذلك في نظام موجود بالواجهة وضيفته يقلل استهلاك البطارية لهذا رح تلاحظ البطارية تبهر هنا كذلك بواجهتهم في مميزات وينما تروح مثلا اكثر من اختصار للوصول السريع للكاميرا أو حتى تقدر تصور شاشة بأكثر من طريقة وعندك حتى فلاتر عشان تعدل الصور اللي انت نتقطها بالكاميرا وصدقني رح تطلع بنتائج خرافية جدا لو عندك وقت تقعد تعدل بس اللي ما أعجبني بالواجهة عدة شغلات من بينها القائمة العلوية اللي مقسومة بين تنبيهات وإعدادات بصراحة كنت أتمنى أنها مثل باقي الأجهزة فهي تقتصر الوقت كذلك التنبيهات نفسها لما تشوفها فمشكلتها يجمع لك كل التنبيهات بتنبيه واحد يعني مثلا يقولك التطبيق الفلاني فيه عشرة تنبيهات وهذا شيء ما أعجبني كثير كذلك التطبيقات كلها رح تكون في الواجهة بنفس أسلوب iOS هذا الشيء عادي عندي ممكن ما يعجب البعض لكن بكل الأحوال تقدر أنك تحمل أي لانشر وبالتالي رح تغير هذا الأسلوب ورح تحل المشكلة لكن مشكلة التنبيهات والقائمة العلوية ما رح يغيرها اللانشر للأسف أتمنى فعلا فعلا من أونر وحتى هو أن يعدلون الواجهة ويعدلون كل هذه النقاط بالإصدار الخامس من واجهتهم اللي يفترضي يجيب وقت لاحق من هذه السنة أو حتى بكل بساطة يوفرون لنا أندرويد الخام وسين نقدر نختار أي واجهة نبغى بمجرد ما نشغل الجهاز شغلة بسيطة أتوقع الجهاز على فكرة فيه بطارية ساعتها 3000 ملي أمبير وهي تدعم الشحن السريع من خلال مدخل USB-C تقدر تشحنها كاملة خلال أقل من ساعة وهذه سرعة ممتازة أما البطارية فأنا اتفاجأت منها ما كنت تتوقع بتطول معاي لحد ما استخدمت الجهاز يعني لاحطت أداة أفضل من Galaxy S7 Edge وأفضل من OnePlus 3 حتى أفضل من هواي P9 بكثير ويمكن اللي يساعدنا أن الشاشة دقتها 1080 يعني ما رح تستهلك الكثير من البطارية مثل شاشات Quad HD وهذه نقطة في صالح الجهاز الجهاز توفر منها أربع ألوان على فكرة وهي الكحري والذهبي وكذلك أبيض وأسود ونعم أدري أن الذهبي بيعجب كثير منكم كذلك في كفر بلاستيكي من أونر نفسها وميستأنه شفاف بالتالي ما رح يخفي جمالية الجهاز اللي تعبت عليه أونر بنهاية لو تحبت أعطيك رأي بالجهاز أنا شخصياً انبهرت بالجهاز لإيش السبب؟ مو بسبب أنه أفضل جهاز بالسوق لا السبب أنه سعره 1600 ريال 1600 ريال قادر أنه يقدم لي بطارية ممتازة الشاشة جداً ممتازة الكاميرا كذلك ممتازة أغلب الجوانب فيه ممتازة صحيح أنه مشكلة الجهاز أنه يطبع وصحيح أيضاً عندي مشكلة مع النظام الخاص فيه كواجهة كتصميم لكن كأداء هو أيضاً ممتاز يعني لما تشوف إيجابيات وسلبيات نعم في إيجابيات وفي سلبيات لكن إيجابياتها أكثر مسلبيات بالنهاية هذا يعتمد على احتياجاتك الخاصة بالجهاز هذا الجهاز ممكن تشتيه ويوفر عليك 1500 ريال مقارنة بجهاز آخر سعرها حوالي 3000 ريال بالنهاية إيش أنت تحتاج هذا اللي أنت لازم تقرره وكالعادة راح يكون فيه رابط للمراجعة مكتوبة بالأسفل اللي راح يكون فيه كل التفاصيل وكذلك الصور للجهاز والصور اللي صورناه من الجهاز عشان لو بغى تشوفها بحجم أكبر وتقدق فيها على راحتك أنا دائما أشوفكم في فيديو القادم مع السلامة وصح لا تنسى لايك على الفيديو السلام عليكم